موسيقى قبل عام من 2019 كان الاقتصاد العالمي يتسارع بشكل كبير ولكن في هذه السنة على وجه التحديد شاهدنا تباطؤ كبير في اقتصاديات هذه الدول كان حسب استقرير لصندوق النقد الدولي يتحدث على ان ابرز ما تم في هذا العام وعلى وجه التحديد الذي ادى الى هذا الشهر الكبير في الاقتصاد العالمي كان ابرزهم الصراع التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ القطاع وتضييق على قطاع الاعتمان بالصين ايضا شاهدنا احداث البيو ايجزيت وما تبعته من احداث كان ايضا لدينا التباطؤ في الاقتصاد الكولي الذي لحق به تركيا والارجنتين العديد من الاحداث التي اثرت على اقتصادات دول العالم في هذا العام سنشاهدها بشكل مفصل في هذا الفيديو كان ملف الصراع التجاري هو الملف الابرز في هذا العام تبقى لما له من تأثير بين اقوى اقتصادين فيها العالم الولايات المتحدة والصين واثر بشكل كبير جدا على باقي اقتصادات العالم من تباطؤ ففي عام 2019 بالتحديد في 5 مايو شاهدنا ترامب يصرح برفع التعريفات الجمهورية على الواردات الصينية من 10 بيئة المائة الى 25 بيئة المائة بداية من يوم 10 مايو وفي الشهر الزاته في 15 مايو 2019 تم حظر مبيعات شركة هووي في الولايات المتحدة وادراجها على القائمة السوداء وفي 31 مايو اي في الشهر الزاته فرض تعريفات جمهورية على واردات بقيمة 200 مليار دولار وفي 1 يونيو فرضت الصين تعريفات على الواردات الامريكية بقيمة 60 مليار دولار في محاولة للرد على التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية وفي 1 اغسطس 2019 ترامب يصرح بفرض 10 بيئة المائة اضافية بقيمة 300 مليار دولار على الواردات الصينية اما في 5 اغسطس وتراجع قيمة اليوان امام الدولار دون المستوى السبع لأول مرة منذ 2008 اما عن 1 سبتمبر فتم فرض المزيد من التعريفات الجمهورية على الواردات الصينية اما في 27 نوفمبر توقيع ترامب على قانون يدعم حقوق المتظاهرين في هونج كونج والصين تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤنها ولا تزال المفاوضات التجارية مستمرة حتى سمعنا منذ تقريبا سبوع على ان هناك فرصة للتوصل الاتفاق في يناير المقبل من عام 2020 في محاولة الاتفاق على المرحلة الاولى من المفاوضات التجارية وعدم الفرض من المزيد من التعريفات بين الجانبين اما فيما يخص ملف البريجزيت على وجه التحديد وخروج المملكة المتحدة من مظلة الاتحاد الاوروبي هذا المشروع الذي شاهدناه ربما من 2015 حتى هذا العام هو ملف يسيطر بشكل كبير جدا للغاية على تدولات الجنيه الاسترليني بشكل عام وتدولات اليورو امام باقي العملات فدعونا نشاهد ماذا حدث بس ربما سنبدأ مؤخرا بما حدث بين الانتخابات الحالية والتي طبعا حصل بها حزب المحافظين على اغلبية صاحقة تمكنه من تمرير القانون وتمكنه من عقد اتفاق مع الاتحاد الاوروبي كما حصل مع بول جونسون لكن دعونا ان نبدأ من البداية ما حدث هذا العام سنشاهد في البداية في 15 فبراير في 2019 تريزا مي وهي كانت رئيسة الوزراء البريطانية تفشل في الحصول على موافقة البرلمان البريطاني على اتفاقية خروج وفي 29 مارس 2019 مي تفشل في تمرير الاتفاق للمرة السنية على التولي ولكن في الخمسة ابريل 2019 مي تتقدم بطلب مد فترة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حتى 30 يونيو ولكن الابرز في 10 ابرير مد نهاية المهلة المحددة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي حتى 31 اكتوبر وهي كانت الصدمة التي ادت الى استقال تريزا مي من منصبها من رئاسة الوزراء في 24 مايو بسبب عدم القدرة على تمرير اتفاق في البرلمان البريطاني وفي 24 يوليو ظهر لدينا بروي جونسون وهو يشغل منصب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة واستلم ملف البري ايجزيت ففي 17 اكتوبر في عام 2019 ابرام جونسون اتفاقية خروج جديدة مع الاتحاد الاوروبي ففي 28 اكتوبر 2019 مفقت الاتحاد الاوروبي على مد مهلة الخروج للمملكة المتحدة حتى 31 يناير 2020 وهي المتوقع ان يتم بها الخروج ففي 29 اكتوبر تم الدعوة الى انتخابات مبكرة مقرر عقدها يوم 12 ديسمبر وهذا ما شاهدنا بالفعل وتم فوز حزب المحافظين بهذه الانتخابات ولكن في تلك الفترة شاهدنا تراجع كبير لاداء الجنية الاسترليني في هذه الفترة ولكن مع فوز حزب المحافظين وتوقع الاسواق بان يتم هناك صفقة ما بين المملكة المتحدة والانتحاد الاوروبي ارتفع الجنية الاسترليني مرة اخرى بشكل كبير وهذا ما شاهدناه وصل الى الواحد فاصل 35 امام الدولار الامريكي اما عن الفيدرالي الامريكي وما تم في هذا العام فقد قام بخفض الفائدة لثلاثة مرات كما نشاهد منذ بداية هذا العام ولكن كان هناك شيء ربما هو الابرز والاهم في هذه المرحلة وهو ان الخفض الذي شاهدناه لم يكن بالاجماع في اي من الاجتماعات وايضا كان هناك وجهة نظر ربما كانت هي السائدة في هذا العام ان يتم التزبيت على اسعار الفائدة قبل الخفض الذي شاهدناه وايضا في الاجتماع الاخير شاهدنا تزبيت لاسعار الفائدة في هذا الاجتماع ربما دونالد ترامب لم يعجبه هذا الامر بشكل كبير وهو شاهدنا ربما هذا العام ابرز تويتات دونالد ترامب وهي التي كانت تتحدث على ان هناك ضرورة لخفض اسعار الفائدة وضغط من جانب الرئيس الامريكي دونالد ترامب على الفدرالي في مواصلة الخفض لكن الاجتماع الاخير بربما من المصادفة ان هذا الاجتماع كان قبل النتائج التي شهدت التزبيت على اسعار الفائدة اجتماع مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس ومحافظ الفدرالي الامريكي جيرون باول هذا الاجتماع كان هناك حس من جانب الرئيس الامريكي على خفض اسعار الفائدة ولكن ربما المضحك في هذا الامر ان الاجتماع تصدر به تزبيت اسعار الفائدة وتمهل الفدرالي في الفترة المقبلة في خطوات خفض رفع الفائدة او خفض الفائدة في الفترة المقبلة هذا ربما كان اهم وابرز النقاط التي شاهدناها في قرارات الفدرالي الامريكي هذا العام اما عن المركز الاوروبي ففي هذا العام شاهدنا تولي جديد لرئاسة المركز الاوروبي خلفا لميرد راجي وشاهدنا كريستين لاجارد محافظ صندوق النقاط الدولي في الفترة السابقة ومحافظ المركز الاوروبي في هذا العام شاهدنا هذا العام العديد من البيانات والبرامج التي ربما كانت تؤثر على اداء اليورو وهو كان الاضعف في هذا العام ففي مارس 2019 تم ارجاء موعد رفع الفائدة حتى عام 2020 مع التأكيد على استقرار معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة طوال العام الجاري وفي يونيو 2019 تم ارجاء موعد رفع الفائدة مرة اخرى حتى النصف الثاني من عام 2020 والابقاء على الفائدة منخفضة ولكن في يوليو 2019 تم التأكيد على ابقاء السياسة النقدية السهيلية للغاية مع استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة لفترة طويلة الاهم في هذا الرحلة التي شاهدناها للمركز الاوروبي هو 12 سبتمبر تم الخفضة الفائدة على الاداء بمقدار 10 نقاط اساس لتصل الى سالب نصف بيئة المئة مع استئناف برنامج التأثير النقدي بقيمة 20 مليار يورو بداية 1 نوفمبر وهو طبعا يمكن الخفضة الذي شاهدناه ببرنامج التأثير النقدي بقيمة 20 مليار شاهدنا من قبل برنامج تأثير بقيمة 80 مليار وهو كان طبعا الأقوى والذي دعم هبوط اليورو في الفترة السابقة بشكل كبير هذا البرنامج ربما هو برنامج بسيط نوعا ما وكان هناك أيضا برنامج التلترو وهو كان يدعم البنوك بشكل ما ولكن لم يتم اعتباره ببرنامج تأثير نقدي كما شاهدنا هذا البرنامج الواضح والصريح بقيمة 20 مليار يورو هذا كان كل شيء خلال عام 2019 تقريبا أهم الأحداث التي أثرت على أداء وتدولات الأسواق في هذا العام نأمل الله أن يكون عام 2020 عام خيرا عليكم بإذن الله وتمنياتي لكم بكل التوفيق بإذن الله شكرا لكم